من جديد يعود الملف النووي الإيراني لواجهة الأحداث فبين الإلغاء والتجميد وتفاوض تكميلي دارت الظنون حول مصير الاتفاق النووي مؤخرا حطت طائرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في واشنطن لتباحث مع دونالد ترامب العازم كما يقول على تحجيم دور إيران معززا صفه بصقور الجمهوريين الذين وصلوا إلى البيت الأبيض مؤخرا ماكرون بدأ أنه تمكن من إقناع ترامب بعدم الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق في الثاني عشر من أيار المقبل موعد تجديد تعليق العقوبات الأمريكية على إيران أو إعادة فرضها على أن يطلب من طهران خوض مفاوضات جديدة لإبرام اتفاق جديد أو كتابة ملحق يتضمن أسطولها الباليستي ونفوذها في المنطقة لكن موقف إيران من احتمالية خروج واشنطن من الاتفاق بدى محسوما بعدة سيناريوهات أحدها استئناف تخصيب اليورانيوم بكميات تتجاوز تلك المحددة في الاتفاق وهو ما يعني انهياره تلقائيا أما الثاني فهو خروجها من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية حتى إعادة التفاوض ترفضها طهران فقد أكد الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن طرح مقترح تفاوض مجددا حول فرض المزيد من القيود النووية يعني القضاء عليه نهائيا وهذا يترافق مع رأي روسي صيني رافض لموقف واشنطن من الاتفاق وموقف أوروبي يحاول جاهدا الوقوف على الحياة وبقليل من الذاكرة ورؤية رأسية للأزمة تظهر ملفات ساخنة أخرى لسيقة بالملف النووي فسوريا والعراق مثلا عقدتا الصراع الأهم بالمنطقة أصبح نفوذ إيران فيهما مطروحا على الطاولة وباتت حرب لوكلاء أقرب للتحول للحرب المباشرة أكثر من أي وقت مضى فتشابكت الخيوط وتعمق الخلاف ووصلت كل الأطراف إلى نقطة الصفر وإذ لا يعرف ما إذا كانت الأزمة الراهنة زوبعة كسابقاتها أم لا فإنما سبقها ويزامنها وقد يليها يظهرها أكثر جدية وخطورة ترجمة نانسي قنقر